كل تأكيد لقاءات سنائية كثيرة أقضى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الهامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين لكن في البداية نتكلم عن دلالة وجود مصر ودعوة مصر للحضور في هذه القمة كضيف شرف الدبلوماسية مصرية ناشطة جدا يمكن أن تكون تشايف من أقل من أسبوعين قبول مصر قاعده في البريكس النهاردة مصر بتلبي دعوة رئيس الوزراء الهندي لحضور قمة مجموعة العشرين خصوصية للعلاقات المصرية الهندية أنت بتتكلم عن أن دي تاني زيارة في نفس السنة للفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الهند زيارة الفتاة كانت في يناير الماضي وكانت مصر الدولة الوحيدة المدعوة لحضور احتفالات الهند بأحدها قومي زيارة تالية لرئيس الوزراء الهندي إلى الدولة المصرية في شهر يوليو الماضي التي طلق فيها فخامة رئيس الدعوة لحضور هذه القمة التواجد مصري فعال على أرض الدبلوماسية الدولية وعلى أرض المنظمات المعنية بمناقشة اقتصاد العالم في المستقبل هذا التواجد يحمل رؤية مصرية خالصة رؤية مصرية طبع العالم أمام مسؤوليته رئيس السيسي أعرف عن التطلع لأن تصهم القمة في اتخاذ خطوات حاسمة إذا طبعا التحديات التي يواجهها العالم وكلمنا يمكن عن تحديات كثيرة يواجهها العالم دلوقتي سواء الأزمة الغذاء العالمية أزمة الفقر أزمة المناخ وغيره وغيره هل نقدر أن نقول أن اللقاءات تهدف إلى توسيع عملية التنمية في كافة المجالات بين مصر والدول المشاركة؟ طيب في البداية يعني خلينا مع الكلمة الاستهلالية لفخامات الرئيس في أمام قمة مجموعة العشرين واللي استهلالها سيادته بتوضيح أن العالم الآن ينبغي أن يتولى مسؤولياته وأن احنا بصدد مناقشة مستقبل العالم وفقا للنظام متعدد الأطراف كلمة جريئة كلمة قوية يمكن في هذا التجمع لدول العشرين لتأسس سنة 1999 على خلفية الأزمة الاقتصادية للدول الأسيوية عام 98 وتوسع لحضور الرؤساء في عام 2009 تأسيسا على الأزمة الاقتصادية اللي شهدها العالم عام 2008 هذه الكلمة لأول مرة تطرح بهذه القوة أمام تجمع عالمي الحديث عن عالم متعدد الأطراف ومنقشة مستقبل هذا العالم والبحث عن استقراره وفقا لمنظومة أو لمنظور يقوم على أبعاد مختلفة الأبعاد دي بتراعي إصلاح الهيكل المالي، إصلاح الهيكل البيئي، إصلاح الهيكل المجتمعي، إصلاح السياسات المالية وفقا لمبادئ تحترم العدالة وبما يحقق المكسب للجميع وأيضا من المهم جدا أن نشير إلى مبدئين أساسيين المسؤولية المشتركة لكل دور العالم ولكن على أساس متباين بمعنى أنه لا ينبغي أن يستمر الجنوب في تحمل تبعات تقدم الشمال والمسؤولية المشتركة تنبغي أن تقوم عن خلال دعم الشمال المتقدم لأولويات الجنوب الأمر الآخر العدالة والإنصاف، العدالة والإنصاف مصر تتبنهم كمبدأ رئيسي في الفترة الأخيرة وتطرحهم بقوة حديثا نيابة عن القرى الأفريقية وعن دول الجنوب بصفة عامة في المؤتمرات الدولية وفي المناسبات العالمية يمكن دايما بنلاحظ هذا المصطلح المتكرر من فخامة الرئيس بخصوص العدالة وبخصوص تحقيق المكسب للجميع